راح المصريين الست المحتجزين في ليبيا بعد جهود مكثفة على مدار الساعة للإفراج عنهم بسلام أعلن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اطلاق سراح المصريين الست المحتجزين في ليبيا قال حافظ في بيان عبر تويتر وفقا للمعلومات الواردة من سفارتنا في ترابلس فقد تم بحمد الله اطلاق سراح المصريين الست المحتجزين في ليبيا نتابع عودة أبناء مصر آمينين إلى أرض الوطن بإذن الله وفي وقت سابق كانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت أنها تتابع على مدار الساعة وضع ستة مصريين محتجزين في غرب ليبيا وتبذل الجهود من أجل إطلاق سراحهم أقلت الوزارة في بيان لها أنها تتابع جهزة الدولة المعنية باهتمام شديد على مدار الساعة موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا الذي لا يخضع للسلطات الليبية هذا وكان البرلماني المصري مصطفى بكري كتب على موقع تويتر ما زالت الجماعات وغير الشرعية في ليبيا تختطف ستة من المصريين الأقباط منذ نحو أسبوع تطلب فدية مالية كبيرة للإفراج عنهم أو عنهم عفوا كشف بكري أن المخطوفين عمال بسطاء سافروا للبحث عن فرصة عمل في مجال المعمار تم خطفهم عندما كانوا يستقلون الطريق البرية عبر منطقة دميم ثم صبرات أقلت الوزارة في بيانها الجمعة أن السفارة المصرية في ترابلس تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين الذين غادروا البلاد بتصريح سفر تشتريط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى ذكرت وسائل أعلام مقربة من الكنيسة من بينها قناة سيتي في التلفزيونية وموقع أقباط متحدون خطف الأقباط الستة أثناء توجههم برا من بنغازي إلى ترابلس وأوضحت أن الخاطفين طلبوا فدية تناهز 30 ألف دولار عن كل فرد كما أشر بيان وزارة الخارجية إلى أن بعضا من المواطنين المشار إليهم المختطفين قد تواجدوا في ليبيا عام 2021 تعرضوا لمخاطر اقتضت دخل الوزارة حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين كما أهبت وزارة الخارجية بجميع المواطنين إلى عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلن والمبلغ لهم قبل السفر وذلك لضمان سلامة جميع ابن الوطن هذا وسوف تستمر أجهزة الدولة المعنية ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المواطنين الستة في أقرب وقت ما حدث إذن في غرب ليبيا يدعو للتساؤل عن دور حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن مدى سيطرتها على الوضع وسط وجود جماعات غير شرعية تسيطر على الأرض بعيدا عن القانون بهذا التساؤل نصل مشاهدين إلى ختم هذا البث المباشر شكرا لكم على المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر